السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائه ويحباه الكرام ان شاء الله تكونوا خيروا. بصحة وبسعادة دايما معكم مندوح مصطفى من برنامج والشارك من قارنة السيارات اعمل لكم فيديو جديد. اذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك الجميلة بتاعتك وتشارك في الخناة وتفعل زر الجرس. علشان يوصلك كل جديد. نتكلمة نهاردة عن كياس مورتاج عشرين وواحد وعشرين بمختلف الفئات فتاعتها العربية. وبنزل في مصر بستة فئات. الفئة الاولانية هي الـ LX الـ CAM. والفئة التالتة هي الـ XXFO. الفئة الرابعة LXFO Plus. والفئة الخامسة هي العربية هي 다ربعة ستة الأخيرة يوم توبي lifting زوج 60-60 سباب اربعة سلندر. قوة العربية مية واربعين حصان عند ستلاف وثلاثمائة لفة في دقيقة. العزم الاقصى للدوران مية تمانية وستين متر عند اربعة تلاف تمامية وخمسين لفة في دقيقة. انها في النظام الدفع ودفع امامي. وسرعة القصوة هي مية اتنين وتمانين كيلو متر. العربية بتتسارع من الصفر المية كيلو او من نسبات لمية كيلو في اتناشر واحد من عشرة ثانية. متوسط استهلاك اللقود في المية كيلو ستة وسبعة من عشرة اه للتر. النظام حق للقود فهو حقن مباشر وساعة خزان للقود اتنين وستين لت. بالنسبة للقود المفضل استخدامه في العربية واثنين وتسعين او خمسة وتسعين العربية بتنزل بنقل حركة اوتوماتيكي. مكون من ستة سرعة العربية بتنزل في الفئة الاولى والانية والتانية بجنوت رياضية ستاشر بوصة اما الفئة التالتة والربعة والخمسة والستة بتنزل جنوت رياضية سبعتاشر بوصة. ما اصل تويتش في الفئة الاولى والتانية هو متين وخمستاشر سبعين ار ستاشر اما في الفئة التالتة والربعة والخمسة والستة 230 أي نصف خدر الذوران هو خمسة وتلاتة من عشرة تلالة القلي العربية اربع متر وربعمئة وتمانين والعرض مترizing الميتر وثمنمية خمسة وخمسين والارتفاع رياضية ska الله أتنين متر ستتمية وسبعين اما قاعدة سيارة عن الارض 172 ساعة شنطة الخلفية 466 لتر وزن السيارة فارغة 1568 كيلو جرام بالنسبة للفرامل فالفرامل الامامية والفرامل الخلفية ديسكات والعربية بتنزل فيها فرامل مانع للانغلاق في A-B-S في الست فئات وسائد هوائية للصائق موجودة في الست فئات وسائد هوائية للراكب الامامي مش موجودة في الفئة الاولى ولا التانية لكن موجودة في الفئة الثالثة والربعة والخمسة والستة وسائد مدمجة بالكراسي وسائد سائد هائرية مش موجودة في الفئة الاولى ولا التانية لكن موجودة في الفئة الثالثة والربعة والخمسة والستة اضاءة نهارية مستمرة لد مش موجودة في الفئة الاولى ولا التانية لكن موجودة في الفئة الثالثة والربعة والخمسة والستة التحكم الالكتروني بالسبات اللي هو الـ ESC مش موجود في الفئة الاولى ولا التانية ولا التالتة لكن موجود في الفئة الرابعة والخمسة والستة برنامج التوازن عند المنهارات اللي هو مش موجود في الفئة الاولى ولا التانية ولا التالتة لكن موجود في الفئة الرابعة والخمسة والستة برنامج تدعيم الفرامل اللي هو مش موجود في الفئة الاولى ولا التانية ولا التالة لكن موجود في الفئة الرابعة والخمسة والستة برنامج توازن السيارة اللي هو مش موجود في الفئة الاولينية ولا التانية ولا التالتة لكن موجود في الفئة الرابعة والخمسة والستة نظام اللي هو تثبيت مقاعد الاطفال موجود في حساسات ركن خلفية مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في بقية الفئات كاميرا خلفية مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في بقية الفئات تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب موجود في الست فئات المفتاح الزكي مش موجود في الفئة الأولى ولا التانية ولا التالت ولا الربعة لكن موجود في الفئة الخمسة والست نصير للتشغيل وإيقاف المحرك مش موجود في الفئة الأولى ولا التانية ولا التالت ولا الربعة لكن موجود في الفئة الخمسة والست التشغيل لمتحرك اذا أستدام بعض من معجلة القيادة من تحكم عن الأجلة القيادة بالنكمة يسبب في الاربع فئة الأちولرت بلدي يد ، بلدي الكهربائي مكسد في الركز الست فئة ، انا أشياء القيادة. حدود الاخراني موسفى موجودة في الست فئات مصابيح عمامية هالوجين مش موجودة في الفئة الاولى لكن موجودة في بقية الفئات مصابيح عمامية لد بعد استثنائية الاضاءة مش موجودة غير في الفئة الاخرانية مصابيح خلفية لد مش موجودة في كل الفئات لكن موجودة في الفئة الستة فقط عوارض تحميل فوق السقف سيارة اللي هي الروفراك موجودة في الستة فئات مقابل السيارة الخارجية من الكروب مش موجودة في الفئة الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة لكن موجودة في الفئة الخمسة والستة ملاي جانبية كهربائية موجودة في الست فئات طي المرايات الكهربائية جانبية الجانبية كهربائيا مش موجودة في الاربع فئات الاولانيين لكن موجودة في الفئة الخمسة والستة. اشارات بالمرايات الجانبية مش موجودة في الفئة الاولى ولا التانية لكن موجودة في الاربع فئات اللي بعد كده. حساس مطر مش موجود في الفئة الاولانية ولا التانية ولا التالتة ولا الربع لكن موجود في الفئة الخمسة والستة. حساس اضاءة مش موجود في الفئة الاولانية لكن موجود في الاربع على حكم كهربائي في فتح وغلق صندوق الامتعى مش موجود في الفئات الخامسة الاولانية لكن موجود في الفئة Peyton وخلفي تكييف هواء يدوي موجود في الاربع فئات الاولانية أما الفئة الخمسة والاستة تكييف هواء اوتوماتي بالتبريد Boys مخرج تكيف خلفي موجود في الست فئات مسند يد خلفي زائد حامل اكواب موجود في الست فئات مسند يد امامي من الجلد موجود في الست فئات التحكم في ارتفاع مقعد الساقل موجود في الست فئات زجاج مزلل للابواب الخلفية موجود في الست فئات طفاية سجائر متحركة واولاعة موجودة في الست فئات نور قراءة زائد مكان لحفظ النضارة موجود في الست فئات غطاء للشنطة الخلفية موجود في الست فئات فتحة سقف كهربائية بانوراما مش موجودة غير في الفئة الخمسة والفئة السادة فقط. عجلة القيادة من الجلد مش موجودة غير في الفئة الخمسة والستة فقط. ناقل الحركة من الجلد موجودة برضو في الفئة الخمسة والستة فقط. نمر ازاتية التعديم مش موجودة غير في الفئة الخمسة والستة فقط. فرش جلد مش موجود غير في الفئة السادة فقط. تحكم كهربائي لوضايات كرسي سائقة في عشر اتجاهات مش موجودة غير في الفئة تحكم كهربائي لوضعية كرسي الراكم الامامي في 8 اتجاهات مش موجودة غير في الفئة الستة فقط التحكم في ارتفاع كرسي الراكم الامامي مش موجودة غير في الفئة الستة فقط مخرج شاحل يو اس بي مش موجود خلفي مش موجود غير في الفئة الستة فقط وكده ننتقل ايه اسعار العربية العربية كيس بورتاج 2021 اللي اكس 399 1900 يعني 400000 جنيه كيس بورتاج 2021 اللي اكس 650 1600 cc 409 1900 يعني 410000 كيس بورتاج 2021 اللي اكس オ 1600 cc 444 1900 يعني 445000 جنيه كيس بورتاج 2021 جميل كمليات 1600 CC 454 1900 يعني 455000 جنيه كيس بورتاج 21 واحد وعشرين هايلين بلس الف وستمائة سي سي ربعمية تسعة وتمانين الف وتسعمية يعني ربعمية وتسعة الف فتسعمية nations كيست بورتاج هاشرين وعيد وعشرين توب لاين بلس الف وستمائة سيسي فمسمية تسعة وعشرين الف وتسعمية يعني خلص مية وتلاتين الف جنيه وكده يكون وصلت لانهاية الفيديو ازا عجبك الفيديو ما تنساش تشارك بالقناة وتفعل زر الجرس واللايك الجميلة بتاعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته